مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السابع الدرس السابع أنوان الدرس رمي الأشياء قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجي الفيسبوك كالإستطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس من يونت سبن لسن سبن اليونت السابع الدرس السابع رمي الأشياء بالبداية يقول لك على الصور انظر إلى الصور انسر الأسئلة التالية الناس الموجودين بها الصور هم ناس مصرفين مبذرين ما الأسباب التي سوف يعطوها هؤلاء الناس لتبرير أفعالهم ما الذي سيقوله الشخص الحريص لكل واحد من هؤلاء الأشخاص فنلاحظ هنا بالصور الأولى انه هذه طابقة الكثير من الأكل وبالتالي ما ماكله أغواي ماكله أقل من حاجتها هذا الشخص مسرف في استخدام المياه وهذا الشخص مسرف في استخدام الإضاءة لأنه هو خارج من البيت وعايف الإضاءة مش تغلا فهنانا انتش توجه لهم رسالة كشخص حريص على سبيل المثال الشخصية الأولى أقول له لقد طبقتي كمية كبيرة جدا من الطعام هذا تبذير الناس حول العالم أكو ناس في بعض الأنحاء من العالم هنانجرين جائعين تكتب عنهم الوقت فكري فيهم المرة القادمة كرسالة بسيطة أنه هي مسرفة وبالتالي لازم تفكر بالناس اللي تتمنى هذا الأكل وما محصلته بالصورة الثانية هذا الشخص اللي يستخدم الكثير من الماء شن اللي ممكن أوجه له الماء جدا مهم ويجب عليك أن لا تسرف فيه أو لا تسرف في استخدامه أما الصورة الأخيرة فهذا الشخص عالق الضوة وطالة فشن الكلام المفروض توجهه إلى أقول له على سبيل المثال عليك أن تطفئ جميع الكهرباء ولا تسرف فيه عندما لا تحتاجه يعني أنت لم يحتاج الكهرباء لأن هذا يعتبر من التبذير هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو المتحان الشفوي الأستاذ يطلب من الطلاب أن يقلهم باعه على الصور شين الكلام اللي تحب توجهه لهؤلاء الأشخاص المسرفين في هذه الأمور أما النشاط الآخر أخبر الناس ما يجب عليهم فعلا شوف هنا أنا هذا الشخص يتحدث ويهذا اللي ديرمي النفايات بالشارع شي يقول له يقول له لا ترمي النفايات على الشارع زياني يقول لك أنت أحكوية ذولة شين اللي راح أتوجه لهم مثلا أقول له على سبيل المثال لا ترمي النفايات على الشارع لا ترميها في المتنزم لا ترمي النفايات من على سيارتك ولا تتركها على الشاطئ هذا يعني كذلك عبارات توعوية يجب أن نستخدمها إذا شفنا شخص يصير من النفايات بالمكان الغير مخصص إلها هذه التعليمات للحفظ لأن راح تفيدنا بالدروس القادمة إن شاء الله لما أنا أرد أوجه شخص هذا مجرد نشاط صفي كذلك غير مهم بالمتحان التحرير ومتحان الشفوي ما عادة لأن الجملة الأربعة حاولوا تحفظوها لأن راح تفيدنا إن شاء الله بالدروس القادمة أما ترمي رقم واحد يقول لي listen again and write notes استمع واكتب ملاحظات شوفهم أظلها عندي محادثة بين الأب وتمارة وبين الأم وأبنها جيمس وبين ناصر وكمال ثلاث محادثات إقراهن يقول لك إقراهن ذن المحادثات وحاول تجاوب على هذه الأسئلة هس نجي نوضح المفردات حاولوا سجلوا يا المعلومات لأن راح تساعدنا بحل هذا التمرين الأبي يتحدث يقول تمارة you haven't finished لم تكملي الأكل yes I have that نعم لقد أنهيت يا أبي قالها no you haven't كلا لم تفعلي just look at all that food فقط انظري إلى كل هذا الطعام on your plate على الصحان I can't eat it I took too much قالت لاني ما أقدر أكل هذا كل الطعام إذا تذكرون هاي الصورة طبعاً دا يتحدث عن هاي الصورة نهاية البنية اللي ما أكلت كل الأكل طبخت وطبخت هواي أكل وما قدرت تأكل فهذه المحادثة حاول هاي الصورة فيقول هل أنت ما أكلتي that is so wasteful هذا تفذير تمارة people around the world are hungry يا تمارة الناس حول العالم جائعين think of them next time فكري فيهم المرة القادمة النوب المحادثة الثانية أو الصورة الثانية الأم تتحدث ويا جيمس تقول لها James you are wasting water يا جيمس إنك تشرف في الماء No I'm not كلا أنا لست كذلك I'm brushing my teeth أنا أفرش أسناني But you don't need to keep the water running all the time قالت لها لكنك لا تحتاج لأن تبقي الماء مفتوحا طوال الوقت It's very wasteful إنه تبذير But we have plenty of water قالها لكن لدينا الكثير من الماء قالت لها What we have now نعم لدينا الآن But we may not always have plenty لكن ربما ليس كل الوقت لدينا الكثير من الماء Turn the tap off الصورة الثاثم Oh welcome Kamal Come in مرحبا يا Kamal ادخل ناصر I thought your house was on fire قال لي يا ناصر اعتقدت أن بيتك مشتعل مشتعل بالنيران قال لي on fire Why مشتعل لماذا There are lights blazing everywhere هناك إنارات مشتغلة في كل مكان أو مشعة في كل مكان Yes isn't lovely قال ليس ذلك جميل No I don't think it is أنا لا أعتقد أن هذا الشيء جميل I think it's terrible to waste electricity like this أعتقد أنه من المريب أن نبذر بالكهرباء بهذه الطريقة You should switch most of them off عليك أن تطفع مؤظمها Waste not won't not Remember قال لي ما تريده لا تبذر به ألا تتذكر بعد ما قرنا المحادثات الثلاثة الآن نحاول نجاوب على هذه الأسئلة What is Tamara's reason شنو السبب اللي انطتها تمارا لأبوها لما نقللها ليش ما 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 أكل هذا الأكل كله جاوبتها قالت You took too much food لقد أخذت الكثير من الطعام أو أكلت الكثير من الطعام What is her father's advice زين شنو نصيحة أبوها قالها think of hungry people تكري بالناس الجائعين حول العالم What James's reason ما هو السبب اللي انطاه جيمز قلنا أن جيمز قال brushing teeth plenty of water أنه أنا دا فرش أسناني وعدنا هواي ماء What is his mother's advice ما هي نصيحة أمه لما شافت يبذر بالماء قالت لأغلق الصنبور What is Nasser's reason ما هو السبب اللي اعطاه ناصر قلنا lights look lovely بأن الإنارة تبدو جميلة What is Kamal's advice زين شنو نصيحة كمال إلي قالت switch lights off طفي الكهرباء أو طفي الإنارة هذا ما يخص تمرين رقم واحد هذا التمرين مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي يالقل استاذ المقطع الصوتي بداخل الصف ويطلب من الطلاب أن يستمعون إلي ومن ثم يجابون على هذه الأسئلة كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي أما تبري رقم اثنين يقول لي read and answer the questions then ask a partner شوفوا هنا نطلاب هنا نسوي مثل الاستبانة يقول لك أنت أنت كطالب هنا أنا مطيني مي معناها أنا يعني أنا كطالب ومي بارتنر زميلي هنا أنا يقول لك أنت أريدك تجاوض بصدق على هذه الأسئلة همينا leave the water running when you brush your teeth همينا عايف المي إدير أثناء تفريش أسنانك تقول لي sometimes بعض الأحيان لو always دائما لو never فهنا أنا مثلا واحد من الطلاب قال always غراها قال لك زين تطفي الإنارة لما تغادر غرفتك مثلا قلت له never على سبيل المثال أبدا ما نطفيها قال لك leave food on your plate تترك الطعام أو تترك بقايا طعام على صحنك مثلا على سبيل المثال قلت له always throw away when there is nothing wrong with them ترمي الأشياء وهي بعدها ما بيهن شيء مثلا على سبيل المثال تقول له always بعد ما أنت جابت على هذه الأسئلة راح تشوف نفسك أنه أنت شخص مبذر لو مو شخص مبذر إذا كانت هذه إجاباتك فأنت شخص جدا مبذر لكن نفترض أنه أنت سأل زميلك قلت له هم تترك المي مفتوح لما تنظف أسنانك قال لك أبدا ما عيف المفتوح قال لك زينا تتطفي الإنارة لما تغادر قلت له مثلا دائما نطفي الإنارة منها غادر زينا تعيف طعام على الصحن ماتك لما تخلص قلت له أبدا وهكذا وقلت له هنا أبدا هذا الشخص يعتبر غير مبذر لكن هذا الشخص يعتبر مبذر فهنان دايريدي حاول يوضح لك أنه يجب هذن الأمور تنتبه لها ربما الآن أنت تقول هذا الشيء ربما يكون سخيف أو هذا الشيء غير منطقي لكن مستقبلا لما نشوف أنه بعض الناس تحتاج الأكل أو تتضور جوع أو تموت من الجوع مثل مجاعات أفريقيا أو ما إلى ذلك في بعض المناطق بالعالم أنه أبد ما يحصلين على الأكل أو أبد ما عندهم كهرضاء أو جدا قليل عندهم المي راح تحس بقيمة هذه الأشياء الذي يوضحها إليك بيقولك أنت حاليا عندك مي وعندك طعام وعندك كهرضاء لازم تقتصد بيهن على مود ما تكون مبذر ورب العالمين حاسبك عليها إذن هذا مجرد كدارك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي أما تبني رقم ثلاثة يقول لي write an article اكتب مقال شوف هنا أنا يقولك اكتب مقال ومطيك كل تفاصيل المقال المفروض لكتبه look back at the riverbank clean up campaign and lesson 5 يقولك تذكر الدرس اللي أخدته المتعلق بتنظيف ضفة النهر imagine you were a volunteer تخيل نفسك أنت واحد من المتطوعين and went to pick up letter وذهبت لالتقاط هذه المفايات write an article about your experience اكتب مقال عن خبرتك for school magazine لجريدة المدرسة هذا التمرين قبل ما أبدأ بقراءة النص اللي رح نكتبه كإنشاء هذا يعتبر إنشاء الوحدة السابعة للحفظ فلازم تكتبون هذا الإنشاء وتحفظوه لأن مهم جدا 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 بالامتحان التحريري وكذلك امتحان نهاية السنة شوفوا طلاب مثلا عندش قلت قلت last week الأسبوع الماضي me and my school friends decided to clean up the central park أنا وأصدقائي أو أصدقائي بالمدرسة قررنا أن ننظف المتنزع المركزي it was full of plastics كان مليئا بالكاسة البلاستيكية and litter والنفايات we made group of volunteers عملنا مجموعة من المتطوعين from our class and third and intermediate class من صفنا وصف الثالث متوسط we started at seven o'clock بدأنا في الساعة السابعة صباحا and finished at two pm وانتهينا في الساعة الثانية ظهرا we wore cleaning uniform ارتدينا ملابس تنظيف أو زيت تنظيف everyone was working hard الجميع كان يعمل بجد and we were very happy with the results وكنا جدا سعداء بالنتائج أو بالنتيجة اللي طلعناها the park became much more beautiful المتنزع أصبح أكثر جمعلا هذا هو الإنشاء اللي مطلوب من عندك للحفظ للحفظ مهم جدا 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 بالامتحان التحذيري والامتحان الوزاري حال تكتبوا بالدفتر وتحفظوه لأن ممكن يجيك بامتحان أخير السنة هذا ما يخص درسنا هذا اليوم لاحظنا أنه درس مهم جدا بالإنشاء الوحدة السابعة ببعض الأمور التوعوية المتعلقة بعدم رمي النفايات بالشارع بعض النصائح اللي نقولها للناس اللي يرمون النفايات بالشارع بعض الأمور المتعلقة بالتبذير شلون نكونوا اقتصاديين إلى آخره أغلب أنشطة هذا الدرس أنشطة صفية غير مهم المتحان التحرير والمتحان الشفوي مع عدل الإنشاء والكلمات أو الجمل المتعلقة بالنصائح حاول تحفظوها اللي أخذناها بداية الدرس ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسارة وظافة تحبوا وتقدموها تقدرون تواصل معي على حسابات المجلس في الفيديو في الوصف